اشتركوا في القناة ايوة بس قلت شوف يمكن في حاجة حصلت بعد مكلمتي فدلت تمشي في القوضة بتوتر وهي بتقول لا يا فند ما فيش حاجة حصلت حب اني شاكسها شوية فقال لها بكذب انا قدامي لسه اسبوعين انا سايب ورايا شويش مش كده استكتت لوقته وهي مش عايزة يخرج منها كلمة غلط بحمقة منها تخليها تخسر وظيفتها فقالت له بابتسامة صفرة اكيد يا ايمان بيه اقسم بالله يا ملك لما ارجع هعرفك عقاب كلماتك دي قفلت تليفون بسرعة وهي بصت له بحيرة وتوجز هي قالتي علشان يصور بالطريقة دي رفعت كتفها بمعنى انها مش عارفة والتفت للسرير وخرجت علشان تكمل اللي كانت بتعمله كان هو زي الاسد الحبيث دايما بيصدر منها تصرف بيخليه عاوز يقتلها كان قاعد مكانه بيفكر هو ما تعملش معها لأوقات كتيرة وما يعرفش عنها تفاصيل كتير لكن دايما بيحس انها بتحط حواجز بينها وبين اي شخص يحاول يقرب منها وهو مش فاهم السبب وهو متأكد ان فيه سر كبير وراها قرب منها بهدوء وهي واقفها ورا الشباك الكبير في قضة نومهم فضلت تبص البرا بشروط رغم حبها له ورغم سنوات زواجهم الستة لكن لسه فيه رواسب كتير للحادث جواها مهما حاولت النكران بيتأكد من دم شروطها واحيانا بتفلت منها نظرات لوم وعتاب لما بتبصلوا وما انتبهش ليها النهاردة هي ذكرى الحادث النهاردة عد ست سنين على زواجهم النهاردة رغم من اتحاد قلبين بيحبوا بعض وتعاهدهم على الحب والابدي الا انه ذكرى مؤلمة ماريرة ليهم هما الاثنين حضنها وهي ابتسمت وهي بتريح راسها على كتفه اتكلم مباشرة من غير مقدمات كان عاوز يفتح الجرح ده لمرة واحدة اخيرة ويقفلوا للابد مهما انا اسف رفعت حاجبها وهي بتتعدل وبتبصلوا باستفهام بعد ما بس ايديها ميما نفسي تتكلمي نفسي تخرجي كل اللي جواكي لوميني ضربيني يتهميني بالجبن بالخياء انا بالكذب وليلي قد ايه انا كنت حقير واسافل حلطت ايديها على بقه علشان يسكت من سيل كلماته الموجعة هي عارفة ان جرحها لسه بينزف رغمه مرور كل السنين دي وينجابهم لصمرت حبهم لكن اليوم ده بيجي لها بكل الذكريات المؤلمة هي عارفة كويس انه بيلوم نفسه وبيعذبها مش في اليوم ده بس لكن كل يوم احيانا بتشوف نظراته الاسفة واحيان اخرى بتسمع الهماساته بالليل لما بيفتكرها نايمة كم مرة اعتذر منها وبس ايديها وبس رجليها كمان وهو بيبرر ويلوم نفسه كم مرة كانت عاوزة تاخده بين ايديها وتقوله انها دلوقتي مش مهتمة حتى لو بالكذب لكن الي كان بيضايقها بجد هو الاحساس بالرضى من افعاله دي كانت بتسأل لنفسها منه ابتسمت له بحب حقيقي وهي بتقول هتخرجني فين النهاردة اولا ماما هتيجي علشان تقعد مع الولد والنهاردة كله بتاعنا وكله مفاجئات عارف اني باستحقش السماح بس الحد ما موت هطلبه منك وههعتذر كانت دماغة بتتجمع في عينيها وهمسه بياصل ليها وبيخليها تحس بقلمه لكنها ما قدرتش تقوله اي حاجة وهو مش مستني منها اي رد هو يستحق المراردة طرقات على الباب ملحة ايقظته من غفوته اللي كانت اجبارية هو منذ اليوم ده وهو مش قادر ينام امه بتجيله وبتلومه على اللي عمله هو ما حسش بحكم خطأه غير لما شاف جسد نادا الشهاوي بيقع من النافذة بتاعة قضيتها احيانا بينتصر شطانه ويبرر له اللي عمله لكن هناك في مكان بعيد جواه بيلومه بشدة اتحرك بخطوات ميتة علشان يفتح الباب وكان عاوز يضرب اللي بيخبطته على الازعاج اللي عمله له فتح البابه وعلى وشه علامات الشر لكن اختفت العلامات دي بسرعة وظهرت معالم الارتباك لما واعت عيونه على سوفيان اللي كان ساندة على الحيطة بكتفه كان بيبصره بنظرات بيفهمها كويس جدا فضله هما اللي اتنين يبصوا البعض من غير كلام لحد ما قطع الصمت ده صوت سوفيان اللي تهجم وهو بيقول كنت عارف انك بارد بس ما كنتش عارف انك قليل الزوق اسداد توتر زين وهو بيشير لسوفيان بالدخول دخل لجوه خطوتين والتفت لصحبه اللي قفل الباب وراه ووقف يبصله بترقب حد سوفيان ايديه في جيب بانطلونه وفضل يبص لصحبه اللي كان شعره مبهدل وما لابسه مش مرتبة وكمان دقنه طولت عيونه كانت حمرة جدا من قلة النوم انا مش بلومك عن اللي انت عملته ولا زعلان منك لكن انت محتاج ده علشان تفوق وما اداش فرصة لللي واقف قدامه بفرصة علشان يتخيل الشيء ده ايه لقى بيلكمه بقوة في وشه وفي اليد التانية في بطنه وضربه سوفيان برجله علشان يقع على الارض وقف سوفيان ببرود وقال له اللي اهو بتاعتي مظبوطة ساب زين واقع على الارض وقعد على قرب كرسي له بعد ما زحمل عليكم ملابس محطوطة فق بعضها بشكل عشوائي فدل زين قعد على الارض يبص لصاحبه هو بالفعل كان محتاج للكمات زي دي علشان يخرج من الاحساس المؤلم كان بالفعل محتاج لشعور الالم الحسي علشان يتخلص من الالم النفسي وقف بسرعة ومن غير ولا كلمة رح لقطه اخرج هدوم نظيفه ودخل الحمام فدل سوفيان قعد مكانه من غير كلمة تانية لحد ما حسب حركة صاحبه اللي امتبعه بعينه لقاه داخل للحمام فوقف بسرعة يلم الأغراض وجمع كل الملابس المتوسخة في شنطة وحطها جنب الباب قعد ترتيب القوضة ودخل للمطبخ علشان يلم الأغراض اللي كانت ملقاة على الارض في كل مكان وجمع الحاجات اللي كانت مرمية في كيز زبالة كبيرة وحطها كمان جنب الباب لكن من بره ورجع للمطبخ علشان يحضر القهوة خرج زين ولقى سوفيان واقف قدام الشباك وريحة القهوة بتملى المكان ابتسم ابتسامة ساخرة واتقدم علشان ياخد كبايته وقف جنب صاحبه وقال له انا عارف انك مش زعلان مني وعارف كمان اني عملت الصح علشانك وعلشان أيمت لكن سكت لبعض الوقت كان سوفيان مركز معاه بعنيه مش عارف اللكن دي وراها ايه لكن عارف انه لابد اني يقول كل اللي جواه علشان يخرج من القلم ده كمل زين بشروض وقال انا كنت محتاجة انتقام لأمي بس بعد ما حققت انتقامي حسيت بالقلم من جديد حسيت وكايني لسه شايف أمي مبارح والاكتر اني حسيت اني كمان انا بندبح لدرجة اني حاسس بقلم قوي جدا في رعبتي فدل سوفيان يبص لصاحبه بشافقة ان صاحبه بيتألم بشدة ولازم يخرجه من الحالة دي حطي يده على كتف صاحبه علشان يدعمه انا عارف احساسك ده ومقدروا يا زين وانا لو ما كانك كنت هعمل زيك ومش هسيب اي حد أزل بحبهم حي وانت خلاص نفست ده ارجع بقى ارجع وما تفضلش في الاحساس ده كتير ارجع عيش وحب وتجوز اشتغل بكل طقتك خلي امك تحس بالفخر بيك استسلامك للحالة دي موت وانت ما يفعش اتموت نفسك ولكم في القصاصي حياة حياة يا زين مش موت انت اخدت بطارك ارجع للحياة فدل زين يبص لصوفيان لبعض الوقت بيفكر في كل كلمة قالها صاحبه ما تكلمش سوفيان مرة تانية ساب المجال لصاحبه يفكر في كلامه ويحلله كويس وبعد دقايق قال انا ممكن اسافر يومين بصله سوفيان بشك مش هروح بعيد هروح عاود يومين مع اخو المدام دحك سوفيان بصوت عالي واندهش من الواقف قدامه وقال من بنت حكاته اخو المدام ده انا كنت هموته بس يالله نفد من ايدي ازداد اندهاش زين وهو بيقول تقتله ليه؟ بصله بشره وهو بيقول علشان يا اخويا واخدلي حجة انه هاخته وبيقرب منها براحته تخيل بقى اللي يجيب سريتها على لسان وهعمل فيه ايه؟ وصل ليه تهديد سوفيان واضح وصريح علشان يتنحنح في خوف وهو بيقول اه قصد هروح عاود مع اي من يومين يعني طب طب سوفيان على كدفه وهو بيقول له ما فيش مشكلة بس ما تطولش علشان انا الفترة الجاية مشغول شوية هز زين راسه بنعم كانت وقفة في قطه بعد ما طلبت منها مرة عمها انها تجمع الهدوم اللي محتاجة الغسيل كانت بتدور جوه القوضة وكأنها لأول مرة تشوفها لكن عدم وجوده رغم عدم رؤيته ليها بيخليها تتفقد كل مكان باريحية هي عارفة انه هيخرج من الحمام في اي لحظة لكن اللحظات المسروقة في قطه بمفردها هي كنز بالنسبة لها خرج من الحمام وحاسس بانتعاش حقيقي لكنه وقف في مكانه وهو بيشم رحتها في المكان كل ما يقرب من قطه بتزداد ريحتها قوة علشان يدق قلبه بانف جوه سدره وقف عند باب القوضة ومش عارف هي اشافته ولا لأ لكنه حاسس بيها بتتحرك في القوضة باريحية وكمان كان بيسمع لأصوات فتح الادراج وقف لها بمرحة دي حملة تفتشية تفقدية بقى لأحوال الرعية شهقت بصوت عالي وهو قفض اليدحك مش تكوح خضيتني رفع حاجبه وقال لها على فكرة انت اللي في قطي ها يعني المفروض انا اللي اقولك بتعملي ايه هنا في قطي وبتفتشي علي ايه شهقت مرة تانية وهي بتقول وعرفت منين اني حطيت ايدها على بقاعة لشان تستكت باقي كلمتها اللي بتكشف فعلتها قربه هدوء وقال فتشي براحتك يا زهر قطي ملكك لان انا نفسي ملكك سكت لسواني وهي كانت بتبصله بحب حقيقي كمل وقال لها تعرفي ساعة بفكر اكتبلك سك الملكيتك ليه علشان اكون عبدك بجد بالقانون والاعراف لان في ملكيتك ليه يا حياة تعرفي ساعات كتير بحس ان نفسي اعمل حاجات كتير بس عماية مكتفني ضربت صدره وهو اتقوه بقلم وهو بيقول حرام عليك ايدك تييلة ده انا بقول كلام حلو تقومي تضربيني ضربته مرة تانية وقالت علشان بتقول عماية يا صهايب انت بتشوف بقلبك واللي بيشوف بقلبه بيكون اقوى واجمل واصدق حد في الدنيا العين بتخدع لكن القلب لأ وبعدين ايه سك ملكية ده اولا مش محتاجة في حاجة لانك ملكي من غير نقاش بس ملكي وانت ملك على قلبي وعقلي وروحي مسكت ايدي وبستها بحب نفسي اخب بايدك دي هالبنات بيموتوا هالايدين اللي زي ايدك دي العروق بتعمل شغلة عالي قوي يا صهايب ضمح واجبه وقال لها يا فصيلة عروق ايه وايد ايه انت هابلة يا حبيبتي سكت تماما بتسمع الكلمة اللي قالها بصوته ومن شفيفه غمضت عينيها وهي بتحلم بالكلمة قال لها بصوت هامس ملك يا مجنون سكت فجأة ليه هو انا بجدها حبيبتك يا صهايب طبعا حبيبتي قلها كتير هافضل قلها لحد ما صدقها واعتقد ان عمري ما هصدقها الصراحة كانت قادة في مكانها المعتاد لما سمعت لخبطات سريع على الباب وقفت بسرعة وهي بتعدل من طرحة ازدالها فتحت الباب ولقيت خديجة واقفة قدامها وهي بتبكي مالكي خديجة فيه ايه جاوبتها خديجة بسرعة وهي بتسحبها من ايديها علشان تطلع معاها لشاقتها مريم سخنة مولع ولا كمدات نفع ولا خافت حرارة مش عارفة عامل ايه تلات معاها بسرعة ودخلت لشاقتها وهي بتقول جهز البانيوب مياه فترة بسرعة دخلت لقودة مريم وشالتها وحطتها في المياه وشهقت بصوت عالي بصت مريم لخديجة وقالت بتسلب عادل بسرعة يجيب الدكتور حاضرها عادل بسرعة ومعا الدكتور وقف نفس الوقت اللي غيرت مريم وخديجة ملابس مريم الصغيرة وقفت مريم الكبيرة برها بتبص لشاقة خديجة فهي الاول مرة تطلع لهنا والاول مرة تشوف شاقتها المجهزة حست بغصة في قلبها لكنها اعتغادت عنها بسرعة كان عادل بيبص لها وبيبص لنظراتها للشاقة النظرات دي قلمت قلبه واتخذ قرار كان بيأجره من فترة كبيرة سمعوا لكلام الدكتور اللي قال كان تصرف سليم انكم خلتوا جسمها كله في المية بص عادل لمريم بفخر فكمل الدكتور وقال كانت بداية حمى الادوية دي تلتزموا بيها في موعدها وان شاء الله خلال يومين هتتحسن خرج الدكتور ورجع عادل لجوه وقعد جنب بنته وبس راسها بصت خديجة المريم وقالت شكرا يا مريم مش عارفة من غيرك وانت هعمل ايه طب طبت مريم على كدفعه وهي بتقول مريم بنتي ربنا يشفيها ويعفيها بس انتبه عادل ليهم بكل تركيزه لما خديجة قالت بس ايه قالت مريم بخوف ممكن ابقى طلع تطمل عليها اتحفز عادل لرد خديجة لما ابتسمت وقالت اكيد طبعا تشرفي في اي وقت ابتسمت مريم بسعادة ومشت من المكان بسرعة كان عادل عايز يروح وراها لكنه ما استحملش ان يسيب مريم الصغيرة تعبانة كده وقرر يأجل كلامه شوية لكن لابد ان يعمل المفاجأة المؤجلة دي المريم اشتركوا في القناة